فضيحة جديدة في الجيش الحكومي في العراق ضباط رفيع الرتب يبيعون أسلحة ومعدات إلى الميليشيات مصادر أكدت أن الأسلحة التي بيعت للميليشيات هي أسلحة متوسطة وخفيفة ونواضير ليلية وعتاد ومعدات عسكرية سلمتها قوات التحالف للقوات الحكومية ومنذ عدة أسابيع جرى الأمر ذاته عندما صدرت أوامر باعتقال ضباط باع أسلحة للميليشيات لتفتح هذه القضية باب ملفات فساد كبير في المؤسسة العسكرية من الناحية الاقتصادية والأمنية وتكشف عن مدى الترهل في هذه المؤسسة وتغلغ للنفوذ الميليشيوي فيها ولكي لا تتحول أسلحة التحالف الدولي إلى مستودعات كساد في ظل شلل المؤسسة العسكرية تذهب للجهة الفاعلة بشكل حقيقي على الأرض تلك التي تحرس النظام السياسي وتخدم المشاريع الإيرانية وبقدر ما تعد هذه القضية كارثية في أي بلد مستقل في العالم بقدر ما هي غير مستغربة في العراق حيث أن قرار دمج الميليشيات بالمؤسسة العسكرية كان بمثابة التصريح الرسمي لها بتسيد الموقف العسكري ويكون الجيش هو قناعها الشرعي دولياً في حال تم التضيق عليها التحالف الدولي الذي يشرف على تسليح وتدريب الجيش الحكومي من المفترض أن يحرك ساكناً لمنع تكرار عمليات بيع الضباط الأسلحة للميليشيات لكن كما يبدو تسير الأمور وفق التفاهمات على تحويل ترسانة الجيش إلى مستودع احتياطي للتسليح الميليشيوي وعلى ذكر الفساد في المؤسسة العسكرية فهو قديم منذ بداية تشكيلها بعد الغزو الأمريكي مصادر برلمانية قبل عدة سنوات تحدثت عن صفقات تسليح فاسدة بأكثر من 150 مليار دولار لوزارة الدفاع ولعل صفقة الأسلحة الأوكرانية والطائرات التشيكية من أشهر هذه الصفقات الفاسدة